تقولت أقرب حاجة هي كلية الإعلام طبعاً للي أنا بدرسه وروح تقدمت في كلية الإعلام ودخلته وأخذت الاتنين بالتوازي فدي حكاية الثلاث شهادات يمكن عشان كده دايماً يعني كنت رديتي كده كلمة أكتر من مرة أن تربية البنات في مصر غالباً تربية ظالمة أنا أقولك على حاجة فيه سؤال أنا دايماً بتسقله السؤال ده هو إجابته تقريباً اللي حدريك بتقولي هو بيقولوني ليه عدد المخرجات في مصر قليل فأنا دايماً أرد عليهم و أقول لهم على فكرة عدد المخرجات في مصر كتير بالنسبة للطريقة اللي بتربوا بيها البنات لأن الطريقة اللي بنربي بيها البنات أولاً أنت ما بتتربيش على أنك تبقي شخصية قيادية ده أنت لو حسوا أن أنت شخصية قوية شوية لا ده أنت مش تنفعي بقى في الجواز ده أنت هتبقي مشكلة كده أنت بتتربي على فضاء الأخرى اللي هي الطاعة والامتسال والتضحية أهم حاجة التضحية وأنك يضحي علشان أسرتك بساري الغاية دلوقتي تفتكري في الأسر المصرية بقدر كبير آه عشان يعني طبعاً أكيد مش زي الأول البنات غيروا ومش الأسر اللي غيرت بس الانفتاح اللي حصل في السنوات الأخيرة بسبب صورة الاتصالات وبسبب التعليم للأسف الخاص اللي هو يعني عمل في طبقة معينة للأسف فعشان كيف أقوله للأسف يعني عقليات أكثر مفتاحاً في طبقة معينة لكن مصر دايماً مش هي الطبقة دي ودايماً مش هي القاهرة وعندك الريف وعندك السعيد تتكلمي على عموم الناس يعني اللي موجودين في مدارس الأجنبية لازال تأهيل البنت وتنشئتها وتربيتها لكي تصبح زوجة فاضلة وطيعة وأم دانرة واحد وقصاده ممكن نيجي على حاجات كتير في شخصيتها نكسرها عشان نبقي على نجاحها كزوجة وكأم عبرتي عن ده في عمالك؟ أول حاجة خالص كان فيلم يمكن قبل أحلى الأوقات كان فيلم اسمه طير يا طيارة ده أول فيلم هو مش خصير ومش طويل يعني كان طوله كده ساعة لربع وكانت الفكرة جات بسبب له علاقة باللي احنا بنحكيه تماما أنا كنت في باريس في قتال وكنت بفتر الصبح وأنا بفتر سمعت برا في الشارع صوت تاك 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 قلت الدني بتمطر ولا ايه؟ تاك 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 ببص مفيش مطر فقلت المطلعة أشوف في ايه؟ خرجت برا لقيت دي صوت كعوب النساء الباريسيات المتجهات إلي عملهم صباحا فوقفت بص عليهم كده يا بكتورة درية وأعدت في تكر الست المصرية شفتهم مشين اللي لفت نظري قوي ايه؟ اعتزاز بالنفس بالجسد حتى بالجسد كل الحاجات مرتبطة ببعضها صحيح جسد الجزء منك واعتزازك بذاتك لازم يرتبط باعتزازك بجسدك وبشكلك فمشين يخبطوا الأرض كده بهمة واعتزاز وفتكارة الست عندنا اللي بتمشي عاملة كده ومتكلفتها كده في نفسها وخايفة من الشارع وخايفة حد يعكسها ومش واسقة في نفسها والخوف مزرور من جواها بسبب تربيتها تربيتها أنها تخاف